أعلنت وحدات القوات المسلحة من كتائب وألوية وسراية عن جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامر القائد العام المشير خليفة حفتر لاقتحام آخر ما تبقى من أوكار الإرهاب وما تحويه من قادة إرهابيين وقادة ميليشيات بالعاصمة طرابلس لحسب ما أكده قادة الوحدات العسكرية وحدات القوات المسلحة المتواجدة بالعاصمة طرابلس لتحريرها من بقايا الجماعات الإرهابية تلقت تعزيزات ودعم عسكري من أسلحة وذخائر ومعدات قتالية لتنفيذ الأوامر والمهام المناطة بها لحسم معركة طوفان الكرامة بمجرد إعلان ساعة السفر وفقا للخطة المحكمة المعدة والمرسومة بدقة عالية من قبل القيادة العامة كما وجه قادة الوحدات العسكرية نداء لكفة الأهالي بالمنطقة الغربية بسحب أبنائهم الذين غرروا بهم قادة الميليشيات الإرهابية وزجوا بهم في ساحات القتال مقابل إغرائهم بالمال المنهوب من خزائن مصر في ريبيا المركزي الذي تسيطر عليه مجموعة من الصراق النهاب محذرين كل من تسول له نفسه تقديم الدعم للإرهابيين مؤكدين أن الرد سوف يكون قاسيا من القيادة العامة مؤكدين أن الجيش الوطني يحظى بحاضنة شعبية كبيرة من أهلنا بطرابلس وضواحيها تكفل له بتحقيق النصر في وقت قريب اشتركوا في القناة